أهلا وسهلا بإخوتي وحبايب يا رب تكونوا كلكم بخير ونفسيتكم كويسة ولازم ندعي لإخواتنا وحبايبنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب نصرا قريبا اللهم آمين رضيت بالله ربنا وبالإسلام يدينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسوله احنا كنا لسه الصبح في أول اليوم هاخدكم معي النهاردة كده في فلوج من أول اليوم علشان بصراحة أنا نفسيتي اللي تعبانة فحاولت كده أن أنا أعمل تغيير شوية وعمل لكم معي تغيير ونتكلم شوية عن نظام الطيبات للدكتور زياء العواضي رب ناجه زياء لنا كل خير هيكون يوم واقعة كده في حياة دينا هنبقى مع بعض فيه وهنجاوب عن بعض الأسئلة وأهم حاجة أن احنا هنتكلم فيها النهاردة عن نزول الوزن وهيبقى معانا برضو واجبات نظام الطيبات لليوم بتاعي وهقول لكم إزاي أنا نزلت في الوزن بالضبط لحبابي الموصييني على موضوع نزول الوزن ده مع إن شاء الله إجابات كتير لكل الأسئلة اللي أنتم متوقعينها بتجي على بالكم يعني وانتم معانا في النظام فرحوني بقى باللايقات بتاعتكم الجميلة في أول الفيديو كده علشان الفيديو ترفعوا ناس كتير تستفيد كمان كومنتاتكم اللي بتبهجني جدا جدا وبتديني تاقة إيجابية زي الميزان كده ما بيديني تاقة إيجابية تعملوا شير بقى لكل حبابكم واصحابكم وكل الجروبات اللي أنتم مشتركين فيها بقى سواء واتس آب أو فيسبوك علشان كلهم يستفيدوا ونكبر مع بعض ونبقى عيلة واحدة وكلهم يشتركوا معانا في القناة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حاولت إن أنا أنزل النهاردة من البيت شوية كده عايز أفك يعني بصراحة نفسيتي مش قد كده من الأحداث اللي بتحصل وكمان يعني أنا يعني مش دائمة الخروج يعني أنا دايما قاعدة في البيت أكتر الوقت أنا بيتوتية في الأساس فخروجي ده بيبقى عزيز أو يعني الدكتور أو أي حاجة أكتر من كده لا حاجة يعني تكون ضرورية أرحب بكل حبابي اللي اشتركوا وجودات في القناة أهلا بيكم لو أول مرة تشوفيني النهاردة اشتركي في القناة وفعلي الجرس اتأكدي إنه هو على الكل علشان كل فيديوهات يتنزلك أول باول رسائي لو لازم أوصلها عن نظام الطيبات لإن أنا نفسي مفت منه جدا جدا أنا كنت طول عمري لشخص هلسي جدا جدا كنت باكل طبق صلطة ده كبير جدا جدا لازم البيت مش أقل من بطين على الفطار العيش البلادي نصر غيف مثلا يبقى كويس قوي بالنسبة لي كمان صدور الفراخ لازم تبقى كده متشوحة ومتبقش أبدا مقلية ولا أبعد خلص عن كل الزيوت اللي موجودة وعلبة الزبادي بالليل دي وبحط عليها لمون قبل ما نام دا يا سلام دا لو الدنيا بتشتي كده تلج لازم حد ينزل جبهالي أو أنا نزل أجبها ولازم أكلها كوبايتين ثلاثة مية قبل كل وجبة عشان أملى معدتي عشان ما أكل شي كتير عشان أنزل دهون زي ما بيقولوا يعني وكمان زي ما كنا كلنا عارفين أن كل الأنظمة دي كان بيتضحك علينا بس في نفس الوقت كنت دايما تعبانة كنت دايما بطني منفوخة تعب على طول في القولون عندي ارتجاع مريء يعني المعدة دي عموما مش مظبوطة أبدا بس طول عملي كنت أقول في حاجة غلط يعني أنا بعمل كل حاجة بيقولوا عليها وكل حاجة صح عايزينها والأكل الهلسي أنا باكله المسلوء وببعد عن الدهون وأي حاجة بس في حاجة غلط أنا على طول تعبانة حتى لو خسيت شوية الوزن بتاعي بيثبت خلاص ما بينزلش أكتر من كده كمان مفيش علاج جايب معايا نتيجة بالنسبة لمعدتي خالص كمان كان عندي دهون على الكبت خوليسترول عالي حسوات على المرارة ومش عايز أقول أكتر من كده بقى علشان لو فتحت مش هبطل أبدا في حاجات تانية طبعا موجودة عندي بس برضو مش وقتها دلوقتي أن أنا أتكلم فيها أنا مش بشكلكم يا جماعة أنا دلوقتي بديكم أمل أن إن شاء الله اللي جايه حيبقى أحسن بنظام الطيبات هو الحل السحري لحياتك سواء بقى للعلاج من الأمراض أو نزول الوزن يعني اللي عنده مشاكل في القولون وتعب في المعدة يمشي على النظام سحر بصراحة كل حاجة حتختفي بإذن الله جربي هتحب الموضوع قوي قوي كده زي ما بيقولوا كده حلاوة البدايات عندك هتحسي بيها أول ما معدتك تخف كده والكرش بتاعك ينزل من طبعا الانتفاخ بتاع القولون وكده لأن طبعا الأنظمة اللي كنا ماشينا عليها زمان دي كانت بصراحة عبارة عن فخ أنت بعملك فخ في موضوع الأنظمة اللي فاتت دي كلها طبعا أي حد بيحب أنه هو يشوف النظام ده ويمشي عليه في الأساس طبعا بيكون التعب هو اللي بيخليه يمشي على النظام ده ده يتحارب من أكل كتير جدا طيب إيه اللي هيخليني أمشي على حاجة محروب منها ومن الأكل فيها علشان أخف وأبقى أحسن وأي تعب أنا حاسس بيه هيروح مني طيب أنا بدأت كده النظام برضو علشان برضو التعب اللي أنا فيه عايزة أشوف النتيجة وأجرب أنا كمان شوية بشوية كده أنا جربته ومشيت على النظام فترة يعني دلوقتي حوالي 8 شهور كده ماشي على النظام ده ومن بدايته خالص من الأول خالص وابتدت معدتي إنها تخف شوية كولون يخف شوية بشوية يعني التحسن بقى أحسن الحموضة الارتجاع المريء كل ده مع اتباع النظام فترة لإن أنا ما كانش في دماء خالص برضو إن أنا أمزل في الوزن لقيت نفسي بنزل في الوزن تدريجيا أنا بصراحة يعني أنا ما حسبتش الوقت اللي أنا نزلت فيه في الوزن لإني أنا على طول زي ما بقول لكم كده قعدة في البيت ومش بنزل يعني مثلا عملت النظام وعملت رياضة ومشي والكلام ده لا 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 خالص ما فيش أي حاجة من دي أنا أساسا يعني عندي مشاكل إن أنا ما قدرش أمشي فترة طويلة فكمان كنت قاعدة على طول في البيت ما بلبشت حتى الهدوم بتاعت الخروج ما بلبشت حاجة فأنا قاعدة في البيت عادي بالهدوم بتاعتي بتاعت البيت وكده فمش بلاحظ قوي يعني إيه اللي بيحصل يعني الفرق مش بيبان قوي فمرة من المرات لبست كده ونزلت فبصت لقيت مثلا اللبس بتاعي مش هو يعني ده فيه وسع شوية شوية بشوية حسيت إن أنا لأ في حاجة اتغيرت عندي أنا اتبعت النظام بالضبط بحزافيره زي الدكتور ما كان بيقول منعت كل الممنوعات الأول ده أهم حاجة عندي بعد كده بقى أخدت المسموحات اللي تناسبني يعني أنا مثلا فيها نوتلا وفيه مربة وفيه بسبوسة والحاجات دي كلها أنا نفسي ميالة للحاجات الحوادق أكتر من الحاجات اللي هي سكريات بس برضو كنت باخد سكريات بس مش كتير فده برضو ساعدني في إن أنا أنزل وزن وأسهل حاجة في النظام ده هو نزول الوزن يعني فعلا اللي عايز ينزل وزنه يمشي على النظام ده غير اللي عايز يزود وزنه كمان والطريقة بقى اللي أنا هقول هالك دي لازم تتبعيها بالضبط ولازم تجربيها علشان تنزلي في الوزن أكتر وأكتر زي ما أنت عايزة هتبنعي كل الممنوعات الحاجات اللي ممنوعة أصلا هي الحاجات دي بتضر الجسم في أي حاجة بتضر الجسم مش هنخدها معانا في النظام طبعا عندك هنا في القناة قائمة تشغيل فيها نظام الطيبات كله الممنوعات والمسموحات اللي أنا أقيلها كله فارجعي ليه علشان يبقى عندك برضو خلفية بالنظام تاني حاجة الصيام لازم تتبع الصيام في نظام الطيبات الصيام الجاف الصيام بتاع رمضان يعني أنت لو ما صمتيش صيام رمضان حاولي في اليوم العادي أنك تصومي صيام جاف على قد ما تقدري ما بقولش نمنع المية لأ اشربي مية بس لما تعطاشي مش طبعا التلاتة لتر والاتنين لتر بتوع زمان لا يعني على قد ما تعطاشي كده اشربي وخلاص أنا اللي ساعدني أكتر في موضوع نزول الوزن ده موضوع الصيام بتاع رمضان فاهمين يا بنات يعني لو ما جاش عليك رمضان مثلا وانت بتعمل الصيام صمي على أقل يومين في الأسبوع هيساعدوكي جدا جدا أنا كان داخل علي رمضان في الوقت ده وصمت الحمد لله يعني اللهم بارك رمضان كله وساعدني ده أكتر أن أنا أخصة أكتر وأكتر مع النظام كمان كنت باكل واجبة واحدة بس في اليوم مع الصيام بتاع رمضان يعني هتكلي واجبة واحدة بس في اليوم وهتصوم الصيام الإسلامي بتاع رمضان وطبعا الواجبة يكون فيها حبوب ويكون فيها دهون ويكون فيها سكريات وحتاخدي طبعا اللي جسمك محتاجه يعني ما تقوميش وانت جعانة كلي وشبعي وبعد كده خلاص اقفلي بقك طيب لو كنت في الأيام العادية وبرضو عاملة الصيام اللي هو الجاف وكمان ماشي على النظام الطيبات فده مثلا مثال لوجبة من الوجبتين اللي انت هتكليهم في اليوم لو انت هتكلي وجبتين في الأيام اللي ما فيهاش صيام زي ما انت شايفة كده حيبقى طوستاية واحدة طبعا التوست الريتش بيك اللي احنا متفقين عليه وهو ده أحسن حاجة وأحسن من أي طوست معمول في البيت لو انت في مصر هيبقى التوست الريتش بيك لو انت في السعودية توست لوزين لو في الكويت ودول الخليج هيبقى يومي كمان فيه توست الجزائر اسمه ريان كل ده يكون بالنخالة أهم حاجة بالأمح الكامل مضاف إليه النخالة تمام طبعا في الوجبة الأساسية بتاعت الفطار لازم الردة أساسي هحط فيها حتة الجبنة دي كتعة واحدة بس هعجنها فيها وأكلها بالتوست وكمان شوية بطاطس كده تشيبسة أو مسلوقين مش مشكلة وعملت جوافاية واحدة بس وشلت منها البزر ده أساسي عشان طبعا ممنوع البزور تشرب المية بتاعتك بعد الأكل لو عايزة وحب يعني تشربي مية وعملي لنفسك فنجان قهوة كده أو كباية من القهوة خلال كده نصف ساعة من الفطار تمام؟ مش أكتر من كده يعني ما تجيش تقولي بعد الفطار بساعتين كده ولا حاجة هخد لي كباية قهوة وكتلة تشوكولاتة وما أنت كده مش نظام الطيبات أنت كده ماشي النظام الصيام المتقطع وإحنا نظامنا في الطيبات هو الصيام خلاص كلت الوجبة هنقفل بقنا ونشرب قهوتنا وكل حاجة ويبقى كده تمام في حاجة كمان يا بنات أنا لاحظتها ولما عملتها برضو فرقة معايا جدا اللي هو تنظيف الأسنان بعد الأكلة أو الوجبة أو الوجبة بعد ما تكليها اخسيلي سنانك ما بتكلمش دلوقتي على نظافة ولا الكلام ده احنا كلنا نظافه زي الفل مش بتكلم على الموضوع ده أنا بتكلم على الإحساس نفسه بعد خلاص ما أكلتي وشربتي وكل حاجة وتبدأي بقى أنك تنظفي أسنانك وغسيل الفم وكده ده برضو بيساعد كده المخ كده وديكي إشارة أنه خلاص ده كده احنا في آخر اليوم وما فيش أكل تاني بعد كده ولا فيه يعني مفيش استعمال تاني للفم في الأكل وبعدين بقى خلاص تقفلي بقى 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 في الموضوع ده أعودي بقى على الموضوع ده يعني أنا بالنسبالي كده بصوم يعني من خمسة لست ساعات كده وممكن يكون زيادة شوية لو أنا ورى البيت سيوم مفيش أكل ممكن أعطش في الوقت ده بعد أول وجبة مثلا أعطش ولا حاجة ممكن أشرب مرتين أو مرة واحدة بس ما بين الوجبة الأولى والوجبة التانية وبعدين الوجبة التانية مش باكلها برضو غير لما جوع مش مثلا جي الوقت دلوقتي خلاص عدت الساعة ستة أو سبع مساء المفروض دلوقتي أن أنا آكل لأ أنا باستنى على نفس الغاية لما جوع وبعد كده آكل ومش لازم تقسبي على نفسك قوي في الأكلة يعني أنت غرفتي الطبق بتاعك وعرفة كميتك اللي أنت هتاكليها بدأتي أنك تاكلي حسيتي أنك شبعتي مش لازم تكملي الطبق سيبي الطبق وقومي لأن الكويس قوي والحلو قوي في الموضوع ده أنه هو شوية بشوية معدتك يعني هتصغر وحتمسي الإحساس بالجوع وإحساس الشبع عندك هيجي عندك بدري جدا جدا في محفزات بقى في المخ ده أنا بتكلم عن نفسي إزاي خصيت على النظام ده ممكن أنت إحساس الجوع عندك يجي لك بدري شوية لأ أكلي ما بقولكيش مثلا لأ تعود لغاية ستة وتسع ساعات من غير أكل مثلا ويجي لك هبوط أو يجي لك حاجة وبأنا السبب لأ كل واحد وعلى حسب ما اقتقته وعلى حسب ما يستحمل ممكن أنت تكوني في الأول خالص وتخصيبي على نفسك في الموضوع ده وتتعبي تدي علي أنا في الآخر لأ أنا ماليش علاقة أنا بقولك على نفسي أنا يعني أنا في الأول خالص مكنتش بقعد الوقت الطويل ده يعني كنت أربع ساعات خمس ساعات شوية بشوية الموضوع بقى يطول وبقت الفايدة طبعا أحسن بكتير لأن الموضوع بتاع الصيام ده هو ده اللي فيه العلاج وفيه النزول الوزن وكل حاجة معلش هنا بس أنا هقطعكم إن أنا كل الوقتي بعمل بطاطس مسلوقة بطاطس بيوري اللي حابة تبقى بطاطس بيوري حتسلقها وتحط فيها ملح وفلفل وشوية كده من المية بتاعة البطاطس اللي طلعت من البطاطس من سلق البطاطس دي حنخفف بيها شوية بشوية عشان تبقى جوسي شوية وعشان يبقى شنشفة ممكن تزودي عليها شوية من البابريكا وتحطيها مثلا على توست أو جنبها شوية رز ودي بتكون قطيب الأكلات المسموحة لنا في النظام الطيبات سهلة المضغ سهلة الهضم سهلة الامتصاص وكلها فوائد طبعا المية بتاعة سلق البطاطس أنا مش هستغنع عنها أنا هعمل لكم دلوقتي البشاميل بتاع نظام الطيبات استخدمت في المية المية طبعا سخنة جدا حطيت عليها مكعب مرقة دجاج أي بقى نوع ومرقة الدجاج مسموحة معانا قلتلكم قبل كده لأنها مفيهاش دجاج خالص هي شوية من التوابل مش أكتر شوية مية بقى خدتهم من مية البطاطس السلقي دي حطيتها لوحدها كده تبرد والباقي ده أنا هنزل دلوقتي في حل على النار عشان أنا أبدأ إن أنا أعمل البشاميل بتاعنا بديلي دقيق الأبيض بقى اللعين في البشاميل بتاع نظام الطيبات أنا دلوقتي هستخدم النشا النشا مسموح في نظام الطيبات وممتاز جدا معانا وكله فوائد فأنا دلوقتي في شوية المية بتوع البطاطس اللي أنا بردتهم شوية طبعا لازم يكونوا بردين علشان النشا تدوب في المية دي هحط معلقتين تلاتة كده على حسب طبعا احتياج كل حده على حسب الكمية هدوب النشا في المية بتاعت البطاطس دي مش هستغنى عنها والمية بتاعت البطاطس دي هنزلها بالنشا اللي فيها بالتدريج شوية بشوية على تعتبر المرأة اللي أنا حطيتها في الحلة دي وهي المرأة دافية طبعا هفضل أقلب كده بالتدريج لغاية مآخد القوام اللي أنا عايزاه من البشا المية أو التانية تغدي عصير بسكر عادي جدا ممكن كمان إنك تستخدمي فواكه بس تفاكها مش كل يوم كمان اللوتيلة والحاجات الحلوة بتاعت النظام بتاعنا ده ممكن إنك تستخدميها برضو مع التوست بس طبعا مش كل يوم برضو بكميات بسيطة يعني مختصر كلام كده بلاش نزود في المسموحات لإن مع النظام ده أقل حاجة هتشبعك ولما تزودي في المسموحات اللي هي مليانة سكريات برضو ده مش كويس إحنا عندنا عقل برضو بنفكر ونعرف إيه اللي يضرنا حتى لو من المسموحات بسم الله الرحمن الرحيم كده عايزة تبتدي في النظام سواء مثلا فيه مرض أو تعب أو فيه نزول في الوزن لازم تعملي تحليل فيتامين دال والفيتامينات اللي أنا قلتلكم عليها يا بنات موجودة برضو في قائمة تشغيل نظام الطيبات ارجعوا لها برضو وعرفوا إيه الفيتامينات اللي تتاخد بعد طبعا عمل التحليل لإن الجرعة بتتحدد بالتحليل اللي أنت عامله هنا ببدأ أقلب شوية بشوية كده لغاية لما أخد القوام اللي أنا عايزيه واكتفي بكده سألت شوية أسئلة كده في الممنوعات والمسموحات بالنسبة لعيش الدخن مسموح ولا ممنوع عيش الدخن مسموح الأفوكادو الأفوكادو مسموحة البنجر أو الشاماندر اللي اتنين حاجة واحدة وهم ممنوعين سألت برضو بالنسبة للخل الخل مسموح معانا طبعا بس اللي معدته كويسة ويقدر أنه هو يستحمله والأحسن أنه هو ياخده غموس غموس إزاي يعني مثلا نحطه على طحينة ممكن نغمس بيه بالتوست كده مع شوية زيتزاتون ده بيكون أريح للمعدة أحسن وهو كويس قوي معانا في النظام سواء بقى الخل الأبيض أو خل العنب خل التفاح يعني أقل حاجة خل التفاح ممكن خل الأبيض اللي احنا بنستخدمه عادي جدا يهو ده يكون الأساس معانا هنا يا بنات معلش نزلت كده بالبشة من لفوق البطاطس بالمنظر ده ممكن تحطي فوق الوش قشطة ممكن تحطي مثلا أي نوع من أنواع الجبنات اللي مسموحة معانا أنا هنا هحط جبنة شيدر كمان يا بنات لو التوست مثلا مش متاح أو غالي عليكي مش قادرة إنك تجيبيه يبقى الرز هو البديل الرز البديل حتى لو أكلتيه في الفطار ما فيش أي مشكلة وحطي عليه شوية من الردة الردة بتتبع في كل مكان عند العطارة يعني أو في سوبر ماركت يعني أو في الأفران شو في بقى أنت على حسب ما بتعرفت بيها من المعي العيش والعيش البلدي خصوصا لإن ده عبارة عن عجينة كده أسمنتية تدخل في المعدة وبتعطى لكل الأجهزة اللي موجودة في جسمنا وطول ما أنت معتمدة على العيش قطعام ليكي في أي وجبة يبقى أنت بكده مش هتخسي وكمان هتجوعي طب حتسألوني هنا يا دينا فين نصدر البروتين علشان بناء العضلات وعلشان الواحد يقدر إنه هو يخس البروتين مش أساسي في النظام بتاعنا هو مسموح بيه اللحوم أو الأسماك اللحوم الحمرة طبعا بس طبعا ممكن مرتين أو ثلاثة في الإسبوع بالنسبة لي أنا أنا باكل اللحوم أوليل جدا جدا الأكتر اللي باكله هو الأسماك وده اللي ساعدني أكتر وأكتر في نزول الوزن مرة واحدة في الإسبوع أو مرتين كمان أغلب بالأكل اللي أنا باكله بيبقى بالطريقة دي عبارة عن شوية من الرز والبطاطس بأي طريقة معمولة غير طبعا المسموحات التانية من التعامل الدكتور قال عليها في بنات معنا هنا كانوا معطردين جدا على النظام وإن هو إزاي يبقى كده ودي حاجة ما فيهاش فيتامينات ولا بروتين للجسم ولا الكلام ده وفعلا جربوا النظام واقتنعوا جدا فيه وكمان رجعوا كتابولي تاني كومنت وقالولي ده ممتاز جدا وريحنا قوي قوي يعني فعلا بالتجربة فعلا هتعرفي إن النظام ده ممتاز قوي قوي طيب بالنسبة للصيام لو أنت مش قادر تصومي ما تصوميش مش إجباري بتتعباش نفسك امشي بس على وجبتين في اليوم فرق بينهم ساعات طويلة شوية ومتزاوديش في الكميات متزاوديش في السكريات كل يبس على قد ما تشبعي وهينفع معاكي جدا النظام ده وهينزل معاكي في الوزن وكمان إن شاء الله حيكون الشفى من عند الله لو فيه أي مرض وبالنسبة لكلامي للدكاترة إن الزيوت المهدرجة غلط والسكريات غلط وبتزود الالتهابات في الجسم وكل حاجة بصي زي ما قلتلك كده كل حاجة بالعقل وكل حاجة يعني بنظام في نظام الطيبات يعني أنت عايزة مسموح فيها زيوت المهدرجة مش عايزة تستخدمي زيوت المهدرجة بلاش شوفي الحاجة اللي أنت تنفع معاكي وهاتيها القشطة كويسة معانا والسمن البلدي معانا والحاجات الجميلة دي معانا برضو يعني مش شرط تروحي للحاجة اللي أنت مش مقتنعة بيها وتعلقي عليها وتقولي لأ زي ده مسموح وده غلط خلاص ما اتقر بالهاش شوفي الحاجة الكويسة وعمليها بس تكون من المسموحات وطبعا تبعاتي عن الممنوعات السكريات برضو مش مأمنة لها ولا حاجة السكر عايزة أقولك أنه هو الأساس في الموضوع كله وأساس في النظام كله هو سكر الأبيض فده مش وحيش خالص خالص لو كان مش كويس ما كانش الدكتور قال عليه دكتور عالمي عارف كل حاجة دكتور عبقاري فعلا لقب بالساحر ومتقوليش مثلا أنا سمينة أنا وزني زايد ومش حاكل سكر السمنة ملهاش أي علاقة أبدا بالسكر كل سكر عادي جدا وشربي عصاير فيها سكر ومية بسكر دي حتى بتفوق كده وبتنشط المخ ده مش كلامي ده كلام دكتور دياء العواضي عن السكر فعلا بيعمل التهابات في الجسم هو الجئي الأبيض فإمنع الجئي الأبيض خالص أي التهاب إن شاء الله في الجسم يضيع لما تبقي معنا في نظام الطيبات هتعرف تخصي كويس جدا وبصحة وطبعا معالج لأي مرض موجود في الجسم نظام غذائي سهل كده ومريح هتقدر يتمشي عليه طول حياتي بني بنوطة أمرايا كده قالتلي إزاي ما الدهون هتنزل من جسمنا وإحنا ما بنشربش الميا النزول الدهون في جسمك هينزل باتباع النظام الطيبات بنعي ممنعات وخدي المسموحات جسمك هينزل هتبقي رشيقة كده وحلوة وعودك كده هيبعود البطل بقي الأسئلة إن شاء الله هرد عليها الفيديو اللي جاي كمان مش ناسية حبايبي الطيبات اللي سألوني على الاسكين كير أو البادي كير والعناية الذاتية يعني للطيبات إن شاء الله إحنا مع بعض وكل ما تيجي فرصة إن شاء الله هصور لكم كمان هعرفكم حاجات كتير إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية لو عندكم أي سؤال اكتبوه لي في الكوميت إن شاء الله هجمع كل الأسئلة واقول الإجابات بتاعتها في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله ننسونيش في دعائكم بدعوة حلوة كده ومننساش كمان دعاء لإخواتنا في فلسطين ما تنسونيش في دعائكم وشتراك 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 في الفيديو باي باي